بمسافة تتجاوز ستمائة كيلو متر يواصل العراق تحصين وتحكيم حدوده مع الجانب السوري من خلال منظومة أمنية متكاملة تنفذها قيادة قوات حرس الحدود بنصب الأسيجة المانعة والأسلاك الشائكة وحفر الخنادق وإنشاء السواتر الترابية معززة بكاميرات حرارية للمراقبة على مدار الساعة وقطاعات ماسكة لمنع أي تسلل إرهابي الآن نسبة التهريب أو نسبة التسلل خف إذا ما أقول لك 90% أنا مسؤول عن كلامي وعندنا مواجهة مستمرة وتوقيف لوضع أي محاولة للعبور الكاميرات طبعا كمننا القاطع بالكامل ما عندنا أي مشكلة الأبراج كمننا القاطع بالكامل واليوم القاطع اللي راح نروح لبعد هذا القاطع أحسل نهاية تقريبا نهاية اللواءة 19 راح نروح إلى اللواءة 72 قضاء الجيش أيضا راح أسمر بالتحصينات إلى البي آرسي والمنفاخي قائد حرس حدود المنطقة السادسة أكد تأمين المنطقة الحدودية المتمثلة بقضاء سنجار مشيرا إلى أحباط عشرات المحاولات اليائسة للتسلل من الجانب السوري إلى الحدود العراقية وأن قطعات حرس الحدود أغلقت جميع الثغورات التي كانت تمثل ممرا سهلا لعبور الإرهابيين والمهربين وحدة القيادة والسيطرة التي تمثلت بقيادة المنطقة السادسة ووحدة القطعات اليوم إجراءاتنا كقطعات بالإضافة إلى التحصينات الموجودة حدت إلى نسبة ممتازة من أي حالة للتهريب أو التسلل من سوريا إلى العراق أو بالعكس لدينا محاولات للتسلل جرت معالجتها وتكاد تكون يومية من قبل قطعاتنا ورد قوي وحازم تجاه كل من تسول له نفسه أن يعبر من سوريا إلى العراق أو بالعكس الحدود العراقية السورية والتي كانت بالأمس القريب تمثل تحديا وتهديدا لأمن العراقي واستقراره أما اليوم فقد أمنت هذه الحدود بشكل كبير وواضح من قبل رجال حرس الحدود وأصبحت عصية على تسلل الإرهابيين من الحدود العراقية السورية بقضاء سنجار حسام التميني العراقية الإخبارية